في مفاجأة أعلنتها منظمة منصة دولية مختصة بالأشخاص الأذكياء على مستوى العالم أصبح الطفل تيدي هوبز البالغ من العمر ثلاث سنوات أصغر شخص في العالم كعضو في المنظمة الدولية هوبز الذي حقق الرقم القياسي في معدل ذكائه مقارنة بعمره بدأ بحسب ذويه القراءة في عمر 26 شهرا فقط الطفل المعجز بحسب وصف منظمة منصة يقرأ الأرقام من الصفر إلى مئة بست لغات بما في ذلك الماندارين والويليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية أما المفاجأة الأكبر فهي ما كشفه خبراء المنظمة بمعدل ذكاء هوبز الذي بلغ 99.5% معجزة خرقة تحاكي الطفل العراقية ميار التي حصدت المركز الذهبي على مستوى العالم في الحساب الذهني العام الماضي ورغم ظروف الشرع العراقي اقتصاديا وعدم وجود بنا تحتية مؤهلة إلا أن أطفال العراق يحصدون أرقاما قياسية على مستوى العالم تماما كما صنفت ميار أنها أذكى من هواتف آيفون المتقدمة في الذكاء الصناعي ترجمة نانسي قنقر